السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى في قناة جروب توفيق لترانزاكسيون إموبيلي جمعة توفيق للمعاملات العقارية بيع وشيراء وكيراء كما كتعرفون مشاهدين الكرام لدينا جمعة تخصصات يعني كنقدم بعض نصائح وبعض الإرشادات فيما يخص مجال العقار البيع والشيراء والكيراء والتسير ثم عندنا بعض الفيديوهات اللي قد يكونوا كنحفزوا في هالشاباب إن شاء الله باش يحاولوا أنهم يتحركوا ويحاولوا ينخدموا ويحاولوا يجتهدوا شي شوية باش يحققوا الدات ديالهم لهذا إخواني أخواتي اليوم في هذا الفيديو جبنا لكم موضوع جد مهم كما شفتو في المينياتور الصورة المصغرة وكما شفتو في العنوان ألا وهو برنامج انطلاقة برنامج انطلاقة هو برنامج تنموي يجاب قرار ملكي بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليه؟ شاء أن يغير بعض المظاهر الاجتماعية اللي عندنا فصل المججامع البطالة من عدم الشغل مجموعة التأثيرات اللي كاينة في المججامع ديالنا بغا باش نحيدها ونغير الصورة ديال المغرب ديالنا والصورة ديال المججامع ماديا واقتصاديا وطربويا ودينيا وبجميع المفاهيم لذا أخي الكريم أختي الكريمة إذا كان يهمك الموضوع تبع معنا الفيديو تالخر باش تعرف شنو هو برنامج انطلاقة شنو هي المراحل اللي يخصك تدوز منها وشنو هما الشروط اللي يخصها تكون فيك باش تستفد من البرنامج شاهدين الأعزاء إلا كنتوا من الزوار ديال القناة ديالنا الجدد اللي أول مرة كيشوفوا القناة ديالنا وكيدخلوا لعندنا بنا فيها بس إلا تفضلتوا وضغطوا على زر الاشتراك التحت من بعد دوس على زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا إن شاء الله دائما وما تبخلش علينا بتعليقاتك المهمة بالنسبة لنا هي دينا الأفاضل برنامج انطلاقة هو عبارة عن برنامج جنماوي اجتماعي كما سبق لي وشارط ليكم كيستفدوا منه الشباب لحاملين الدبلومات أو حاملين المشاريع وما عندهمش واحد ضمانات باش يستفدوا من قرض البنكية جاهد البرنامج هذا اللي يلغى الضمانات البنكية واعطى الحق للشباب طموحة شباب المقاتلة شباب اللي بغي يخدم على راسه باش يستفد من هاد القرض البنكي هاد البرنامج انطلاقة ما كانش هي في المدن كان في المدن في القورة وفي جميع مناطق المغرب فيما كنت يمكنك تستفد من هاد البرنامج هذا اذا باش تستفد من هاد البرنامج هذا عندك مجموعة عدل مراحل اللي خستك تدوز منها باش توجد الميلف ديالك وتنزلو الجهات المعنية بالتمويل ديال المشروع ديالك اذا اول حاجة خصها تكون عندك باش تستفد من هاد البرنامج خصها تكون عندك فكرة مشروع مدروس في العقل ديالك مضبوطة تماما وما تكونش عندك فكرة انك خصك الفلوس باش تدير شي مشروع لان اذا كانت عندك الفكرة التانية فكن اكيد صديقي العزيز على انك ما غديش تنجح في المشروع ديالك اما اذا كانت عندك فكرة مشروع تتخيلها في العقل ديالك وانت اصلا خدمتي في ذاك المهنة هادك زاولتي ذاك العامل هادك ولا زاولتي ذاك التجارة ولا النوع ديال المشروع ديالك سبقلك خدمتي فيه ومتمكن منه يعني ما عليك الا تركز عليه وتزيد تعمق فيه وتحاول تبحث فيه وتدرسهم زيان باش تقدر انك تكون عندك واحد دراية على المشروع ديالك ومن يتكون كتناقش الناس على المشروع ديالك كتكون بانك عندك كل شي على المشروع ديالك وانا اخوانا الشباب حاولوا انهم يستفدوا من البرنامج ولكن شاءت الاقدار وما ما تتقبلش الميل في ديالهم لماذا؟ لانا الانسان في هذا الفترة من يسمع على البرنامج حاول انه خصوء الفلوس بمعنى قرض بنكي يعني غدا يعطوه الفلوس الفلوس ما كتتعطاش مباشرة للمستفيد الفلوس كتتصرف عن طريق شيكات للناس اللي كي يجاهزوا لك الماحل او كي يصلحوا لك الماحل او كي بيعوا لك اجهزة باش غادي تخدم باش تعرف اخي الكارين هاد النقطة هادي ذكرتها لكم باش تحاولوا ما امكن تبعوا النصائح اللي غادي تستفدوا منها لانا الى دخلت بفكرة انك كتبحت على المال فالمشروع ديالك ما غاديش ينجح والمال في ديالك ما غاديش يتقبل وغادي ترفض المال في ديالك وهات بقى تصبر واحد دجح هاد الوقت وفالتالي الجاوب كي يكون بالرفض لذا اخي الكارين نصيحة مني انك تكون عندك الفكرات المشروع فالراس ديالك الدراسة ديالها فالراس ديالك يعني متمكن من المهنة عارف شنو كيفاش كاتتتتمشى المهنة فالموحيد ديالك باش تقدر انك مني كاتتقلس مع الناس اللي كتقطرح عليهم من مشروع ديالك كتقنعهم بدك الشي اللي غادي تدير اعزائي المشاهدين ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا لان باقي عندنا معاكم مجموعة من الفيديوهات غادي تكون فيها شروحات كيفاش تستفد من البرنامج شنو هي المراحل اللي غاستكتمر منها باش تستفد من البرنامج ومجموعة هذه المراحل اخرى اللي غادي نتطرق لها في الفيديوهات القديمة اعزائي عزيزاتي الى كنتوا دائما كما سبق لي بشرط لكم من الناس الجداد اللي كيدخلوا القناة فما فيها باس تهف طول تحت تضغطوا على زر الاشتراك تفعلوا الجرس والاعجاب ثم تعليقاتكم وانتقاداتكم الايجابية والسلبية كنت قبلوها بصدر رحم كنرحب بكم مجددا وكنت من الله اننا نكون خفافين على قلوبكم الى اللقاء في فيديو قادم